ويأتي فتح جبهة جديدة للمقاومة في أرحب في إطار استعدادات لبدء عمليات تحرير واسعة لمحافظة صنعاء والتقدم باتجاه العاصمة وكعادتها تتصدر أرحب المشهد في تسجيل مواقفها الرافضة للميليشيا من خلال عمليات نوعية ضد الحوثيين مقاومة أرحب تتصدر المشهد اليمني من جديد المواجهات دلعت في مديرية أرحب الواقع إلى الشمال من العاصمة صنعاء منذ صباح الأحد ولم تتوقف أعنف المواجهات تركزت في قرى عزلة الجناذبة حيث صد رجال المقاومة هناك هجوما لميليشيا الحوثي وكبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وأجبروها على الاندحار وشن أبطال المقاومة هجوما عنيفا على نقطة المرد بجحفل أسفر عن سقوط قتل وجرح في صفوف ميليشيا الحوثي التي ردت بقصف عشوائي بالأسلحة الثقيلة والخفيفة على منازل المواطنين بقرى الجناذبة ما أدى إلى استشهاد امرأة إثر سقوط إحدى القذائف على منزلها المقاومة تمكنت من إحراق سيارة تابعة لقائد حوثي ميداني يدعى أبو حسين في حدود بيت مران مع بيت الحقاري كما دمرت طاقم مسلحا تابعا للميليشيا في منطقة هزم وقتلت كل من كان على متنه بينهم القائد الميداني أبو رضوان ليصل عدد الأطقم المسلحة التي تم تدميرها حتى الآن إلى ثلاثة أطقم وفي الآن ذاته كان طيران التحالف من فدغارات استهدفت منزل القيادة الحوثي أبو نشطان بمنطقة بوسان في مدرية أرحب وذجمعات لمتمردية الجيش السابق ميليشيا الحوثي في المصوصف الحكومي والسنترال ببيت مران وقصف أيضا منزل الشيخ إحيابن أحمد المراني الذي تحتله الميليشيا منذ عدة أشهر على قرابة الجنادب ومحاولات اقتحام المنازل وتنفيذ حملة اعتقالات وحذرت من العواقب الوخيمة للسمرار هذا القصف هنا في أرحب هزمت الميليشيا من قبل وهزم جيش المخلوع صالح وهنا ستطوى صفحتها إلى الأبد